موسيقى أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته العبادة لها شأنها عند الله لأن أثرها يظهر على الإنسان في سلوكه مع الناس وفي سلوكه مع ربه لذلك كانت العبادة مطلوبة وكلما كان الإنسان مقبلا على الله في العبادة كلما أنزل الله عليه سكينة واطمئنانا وجعل له محبة في قلوب الناس هكذا شأن من يسعى لإرضاء ربه والقيام بواجبه في الحديث الكدسي وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَطْتُهُ عَلَيَّ وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ النَّوَافِلِ النَّافِلَةَ كَقِيَامِ لَيْلِ النَّافِلَةَ كَصِيَامِ نَهَارِ النَّافِلَةَ كَذِكْرٍ تَجْلِسُ تَذْكُرُ بِهِ رَبَّكَ هذه نوافل ليست مطلوبة من الإنسان على وجه الإلزام وإنما الإنسان يسعى إليها محبة في الترق عند ربه محبة في التعرض لرحمات ربه الصوم في أيامنا هذه الأيام المباركة صوم النافلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين فضل صوم النوافل اختر لنفسك بعض أيام من كل شهر كما يفعل كثير من الناس يواظبون على صيام الاثنين والخميس ومنهم من يواظب على أكثر من هذا هكذا المحب لطاعة ربه بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل صوم يوم واحد نافلة من غير فريضة قال من صامة تطوعا في سبيل الله من غير الفريضة يوم تطوع يصومه في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ما أعظم الفضل وما أجزل الثواب وما أحوجنا لأن نبتعد عن جهنم وحر جهنم كم نقترب بفعل الذنوب فيفتح الله لنا أبواب القرب من رحمته وأبواب البعد عن عذابه من صام يوما تطوعا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار عن جهنم بحرها وشرها وزمهريرها سبعين خريفا هكذا فضل صوم النافلة وصائم النافلة يدخل من باب الريان وصائم النافلة يستجيب الله دعاءه وصائم النافلة يقترب من ربه لأنه يفعل شيئا يحبه الله تبارك وتعالى كان الصحابة يحافظون على صيام النوافل فلا نبخل على أنفسنا بصيام بعض أيام من كل شهر يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث وعندما يقول الصحابي أوصاني فمعناه انتبه لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله لا يوصي إلا بشيء يكربنا من رحمة الله ولا يوصينا بشيء بالابتعاد عنه إلا إن كان يكربنا من غضب الله وعذابه يقول أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث ومنها وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر هذه الأيام بعض العلماء استحب أن تكون الأيام القمرية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر استحب العلماء أن تكون هذه الأيام إن لم يستطع الإنسان يصومها من أي أيام الشهر شاء كما كان يفعل أبو هريرة يصوم من أي أيام شاء ولا يترك أبداً وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تكثر من صيام نافلة وربما تصدقت بما في بيتها من طعام وعند الإفطار لا تجد ما تفطر عليه هذا فعل أمنا عائشة رضي الله عنها هذه أيام الكرب هذه أيام الذكر هذه أيام نجهز أنفسنا فيها لأعظم أيام لا أيام نتقرب فيها وندرب البدن على الصيام فاجعلوا لأنفسكم من هذه الأيام أياماً نصوم فيها لله تبارك وتعالى ونتقرب من رحمته لأن العبادة ترفع البلاء عن الإنسان وترفع البلاء عن بيته وترفع البلاء عن الأمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر